يغطيكم العافية جميعا هلا رح نبدأ بلاب 11 هو اخر لاب في السيستم اللي هو النيرفوس سيستم بدنا نبلش ونحكي عن اجزاء السنترل نيرفوس سيستم طبعا النيرفوس سيستم يقسم الى بيريفرال وسنترل سنترل اللي بيكون داخل السكول والفيرتبري اللي يشتمل ثلاث شغلات تمام البرين كامل بدنا نفي عندك برينستم بدنا نفي عندك تحت اللي هو سبان الكورد تمام طيب ايش هو البرينستم اللي هو حلقة الوصل ما بين سبان الكورد والبرين طب ايش اجزاء البرين بقول لك البرين مقسم ثلاث اجزاء سيريبرم اللي هي الجزء الكبير اللي هون واشياء بالوسط وسيريبلم وناس معتبرين البرينستم هو جزء من البرين تمام في كتب معتبريته جزء من البرين في كتب لا فنحن نعتبر أنه هو جزء من البراين معنا تمام فأجزاء البراين براين ستم سيريبلام و سيريبرام طيب شو أجزاء البراين ستم شو أجزاء حلقة الوصل هاي بقول لك من فوق لتحت اللي إشي تجاي بالنص ميد براين هاي اللي هي الفتحة اللي أنت بتشوف تقدر تشوفها من هون بالنص بالنص ميدلة بعدين تحت آخر إشي ميدلة طيب كيف أميز بناتهم بقول لك سهل هذا الحد الفاصل البونز هو الإشي المجعد ميدلة في عندك اتراكتس نازلة منها في عندك كيك خطوط أو سلاك نازلة منها والميد براين فوق البونز بكل اختصار تمام طيب البراين عضو عظيم جدا 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 انت لو بدهم يجردوا منك كل إشي وبس يخلوك انت شخصك لحالك أفكارك احتجيني البراين بس بقول لك طب أوكي من إيش يتكون البراين بقول لك البراين معمول من تجعيد أشياء داخل جوا وأشياء طالع هذا طبعا هو بالأناتومي بالهيستوريجي معمول من نيرفز تيشيو اللي معظمها نيرفز فإذا أنا في عندي الأخدود أو الإشي الداخل لجوا هذا بسميه سلكس وهذا مثلا هون سلكس طب مش في عندي بالنص إشي طالع هذا بسميه جايرس حلو طيب بنا نبلش نعدهم واحد واحد رقم واحد نبلش بالسلكة أول إشي لأنه أسهل إشي رقم واحد هون جاي بالنص تمام إذا بتطلعوا بكل براين أنا بس عندي يعني هيك تلاتة عموديات واحد بالنص سنترل واحد قدام النص بري سنترل أي إشي بري معناه أمام واحد ورا السنترل بوست سنترل سلكاي سهلة تمام طيب نفس المبدأ هذا شو بسميه اللي هون جايرس بسميه بري سنترل جايرس اللي هون طيب بالنص بوست سنترل جايرس بكل اختصار طيب بنشوف نطلع على التمبرال لوب اللي هي هون نطلع إنه أنا في عندي ثلاثة هوريزنتل سلكاي ثلاثة هيكا جايين بالعرض سلكاي من فوق لتحت نبلش فيهم الفوق لاترال لأنه تذكروا هذا يعني أكتر جزء لاترال من الدماغ بعدين هذا بيفوت لجوه هذا بيفوت لجوه عشان هيكا يوسع بالسقل الدائرية فأكتر إيشي لاترال إن الدائرة تعنت لسقل اللي هو اللاترال سلكس بس بكل اختصار طيب طيب هون طب تحتيه شو بلاقي بقول لك تمبرال سلكاي ليش؟ لأنه هاي تمبرال لوب فأنت في عندك هون سبيرير تمبرال سلكس انفيرير تمبرال سلكس صلى الله وبرك طيب هون إيش أنا في عندي في عندي الأكسبيتال لوب بتاعت إني أشوف الأشياء تاعت الرؤية طب وهون هاي البرايتال لوب طيب والسلكس الجاي بيناتهم بقول لك باختصار هذا أكسبيتو برايتال سلكس أو برايتو أكسبيتال سلكس نفسه حلو طيب شايفين رقم اثنين اللي هو بري سنترال سلكس طالع منه كمان اثنين سلكاي شو هدول بكل اختصار هاي فرونتال لوب فهذا سبيرير فرونتال سلكس وهذا انفيرير فرونتال سلكس طب هاد تمبرال لوب سبيرير تمبرال سلكس هاد انفيرير تمبرال سلكس آخر إشي رقم عشرة جوة برايتال لوب في هيك هذا السلكس الجاي بشكل غريب زي حرف السي هاد هو انترى برايتال انترى داخل برايتال برايتال لوب هيك احنا خلصنا السلكس نجي للجاي راي اللي هي ما بين السلكاي بقول لك بكل اختصار هاد السنترال سلكس قدامه بري سنترال جاي رس وراء بوست سنترال جاي رس سهلة طيب هاد هذا superior frontal sulcus هذا inferior frontal sulcus فوق superior frontal sulcus شو بلاقي superior بالنص بلاقي middle ما دين بلاقي تحتهم inferior frontal gyri صعبة ولا سهلة طب هنا هذا superior temporal sulcus وهذا inferior temporal sulcus شو بلاقي فيهم superior middle inferior temporal gyrus انتبه بالسهم على وين قاعد بيأشرلك هل قاعد بيأشرلي على الاشي النافخ ولا على السلكس على الاشي اللي داخل لجوه ايوه طيب رقم تسعة وعشرة انذكروا حرف intraparital اشهد بقول لك بكل اختصار superior inferior parital lobules هنا بسميهم lobules وليس gyri لأن انا بحكي عن منطقة كاملة تمام طيب طيب واخر ايشي موجود عندي هذا شو كان اسمه اكثر ايشي lateral lateral sulcus عظيم شايفين اللي فوقي هاي هذا يعني هذا بسموه lateral او marginal يعني هذا المارجن اللي بيفصل اللي فوق عن اللي تحت بيفصل اللي frontal عن temporal شو بسميه هذا طيب super marginal طيب وهذا اللي جاي هون جنبه نفس الاشي بسميه angular بس طيب انا مسكت البرين قسمته من النص شو طلع عندي اول ايشي طلع عندي انه هاي بعدني انا هنا بالسيريبرم بس بعدين طلع عندي هيك ايشي غريب جاي من جوا ايش هاد بقول لك هذا ايشي اسمه شو وظيفته هذا وظيفته communication between the right hemisphere and the left hemisphere طب من ايش مصنوع كونه communication ايشي بيربط بيناتهم بده يعمل white matter اللي هي الاخزون ستعوني النيرفس مسؤول عنه 4 parts هدول شوية صعبين تمام بس نعرف انه ثلاثة البادي اللي جايه بالنص طب اخر البادي بده يجي نسبلين أو سبلينيهم of the corpus callosum طيب من قدام الروسترم نفسها ركتم هيك جاي اخر اشي وزي مدببة وحجمها صغير طب قدام البادي اهم نقطة من قدام الجينو الجينو هو يعني اساس الcommunication تبع الfrontal loop طيب والسالكاي ايش في عندي بقول لك ما بين corpus callosum او قبل ما ناخد عندهم بدنا ناخد انه ما فوق ال corpus callosum في عندي جايرس طويل جدا 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 تمام اشهد هذا السنترل عفوا singulate جايرس تمام طيب ما بين singulate جايرس وال ال corpus callosum sulcus of corpus callosum or carosal sulcus singulate gyrus it's the single largest one بعدم في عندي phogey singulate sulcus هذا central هذا parieto occipital بعدم هذا الكاركراين اللي هو تمام حلو gyri حكينا اول واحدة منها singulate gyrus تاني واحدة بقولك بكل اختصار يعني انا ويعقد الامور هاد central طب فهاي حوالي paracentral نفس اللي حكينا فوق طيب قدامه انا بعرف ان هنا في عندي frontal lobe كان في عندك superior middle inferior frontal gyrus طب هون شو راح الاقي راح الاقي بحكي لك بكل اختصار medial frontal gyrus انا جاي على الدماغ من جوه رقم اربع cuneus عفوا pre cuneus عفوا رقم اربعة لانه parietoccipital sulcus بيفصل اشياء كثير مهمة بيفصل اول ايش الكيونيس اللي هي برضو جزء من الاشياء اللي احنا بنشوف فيها عن ال pre cuneus الاشياء اللي احنا بنحس فيها زي touch تمام كيون بتيجي هيكا مثلثة حلوة اخر ايشي رقم ستة lingual gyrus تمام طيب نرجع نحكي هاي في عندي السريبلم وهذا السريبلم كامل طب بالنص شو في عندي corpus callosum اوكي بتطلع شو رقم ثلاث تحت corpus callosum مباشرة غير ventricles انا في عندي thalamus هاي جدا مهمة طيب خمسة بقول لك ايشي جاي بالنص وموصول بالspinal cord ايه بقول لك هاد اكيد ال brain stem بس ايش اجزاؤه من فوق لتحت mid brain puns و midallocoblongata كيف اميز ال puns ال puns اللي باجي اللي بيجي زي الحبط الزيتون فوقي بيكون في عندك mid brain تحت المدلة طيب لو اجي لو ما اجي اشارلي هون على mid brain اشارلي قدام mid brain بقول لك هاي الhypothalamus هاي اساس الغدد عندي في الجسم تمام طب فوقيها thalamus كونه هاي هايبو في ايش فوقيها thalamus هيك احنا بنكون انهينا لاب nervous system نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله بتحضوا على العالمات اشتركوا في القناة